بسم الله الرحمن الرحيم هنكمل بإذن الله عن مجموعة من الليمتيشن اللي بنضعها في حسابات البيباك بيريود فبنقول الليمتيشن بتاعت البيباك بيريود ignore cash flow after the payback period وignore the time value of money دول أهم خطأين بتقع فيهم هذه الطريقة إنها بتهمل التدفقات النقدية التي تالي فترة الاسترداد إنه ممكن مشروع يكون فترة الاسترداد بتاعته قليلة لكن هيبدأ يدر ربحاً عالي بعد فترة الاسترداد وهذه الطريقة بتهمل الكلام أيضاً بتهمل سعر الفايدة وده من آيتم بالنسبة لنا لازم ناخده فيه الاعتبار البيباك بيريود أيضاً هنعرف الليمتيشن بتاعتها من خلال مجموعة من الإجزامبل عندي خمس سنوات النيت كاشفلو دياجرام بتاعي ألفين 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 والبروجيكت الثاني النيت كاشفلو دياجرام بتاعك ألف 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 ثم بعد كده تديك مليون جنيه بعد كده بعد ما تتعرف في السوق لو أنت جيت تحسب بالنسبة لي which project is the better بالنسبة لاستخدام البيباك بيريود هتلاقي نفسك بتاخد قرار خطأ لو اعتبرت التو بروجيكت نهوت وتبدأ تشوف والله البروجيكت الأولاني هيدر لك 6000 investment faster وخبالك خلال ثلاث سنين البروجيكت الثاني واضح أنه التدفقات النقدية بتاعته بسيطة جداً خلال العمر الأول من المشروع وبالتالي التدفق النقدي بتاعك الصغير ده هيوحيلك أن هذا المشروع أقل فائدة من المشروع لهذه التدفقات النقدية المشروع الأول وبالتالي هتأخذ الكت أف بتاعك وتقول إيش هتقول المشروع الأول أفضل لكن في الحالة دي احنا بنهمل هذا التدفق النقدي اللي بعد فترة الاسترداد ويجب ناخده فيه الاعتبار يبقى البيباك بيريود أناليسيز هو مفتقات النقدي من المشروع الأفضل ويجب أن يكون مفتقات المشروع الأفضل لكي تدفق المشروع الأفضل سريع عن الموضوع وأشكركم والسلام عليكم ورحمة الله ورحمة الله اشتركوا في القناة